الفيديو ده اكتشفت بعد لما روحت وصورت ان المحل ده تقريبا بيصف حسابه وغالبا هي في القريب محلات مجهولة ولو حلوة هاول هي اي ولو مش حلوة ولكني جربت حاجة وده الجزء الحداشر وللي ما يعرفش في السلسلة دي احنا بنجرب محلات لسه فتحة او مش واخد حقها ولو عيوبها كتير شوية ما بنقولش اسمها وكالعادة اتمنى لو حد عرف اسم المكان ما يكتبش في الكومنتات عشان ما تبوصش كل اللي احنا من حاول نعمله محل النهاردة متخصص في المشويات كفتة ريش حووشي سجوء الحاجات الحلوة دي وعشان ما طولش عليكم يلا بينا نبدأ سخنت كافل اول بالسلطة وكيتحرق حبتين واخدتلي برضو معلقة كده من الرز صراحة الرز كان حلوة اوي كان شارب كده من الدهون بتاعت الكفتة والسجوء واللحمة فعمتها الرز كان حلوة اوي صراحة وبعد كده بقى اكررت اخش اول حاجة الشيش الوجبة دي بيجي معها صلطة وطحينة وعيش سعرها ستين جنيه قطع الشيش صراحة كانت كويسة بس طبعا بما انها وراك فكان فيه بعض الحتة كانت مدهنينة كده شوية بس الحتة اللي بتبقى قريبة من السدر اللي بتبقى ماسك نفسها شوية دي صراحة كانت حلوة وتدبلتها برضو كانت حلوة فعمتا الحتة دي عجبتني وتاني حاجة جربتها بقى هي وجبة ميكس اسم المحل ودي بيكون فيها كفتة وزجوء ولحمة متشوحة على الجريل بيجي برضو معاها رز وعيش سعر الوجبة دي مية وعشرين جنيه المهم بدأت اول حاجة بالكفتة والكفتة دي تحسها انها كفتة بيتي كده عارفت تحس انها زي الكفتة اللي مامتك بتعملها لك في البيت مش كفتة بقى ايه اللي هي كفتة حياتي والحاجات دي انا بالنسبة لي الصراحة بفضل كفتة الحياتي بس هي ودي برضو كيات لطيفة وتانية حاجة بقى جربتها السجوء يا جماعة ده واحد من احلى السجوء اللي انا جربته في حياتي تقريبا التدبيلة بتاعته من جوة كانت حلوة اوي 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 كمان مرة وبص يا جماعة الصراحة السجوء ده كان طب طب يعني ودخلت بعد كيه على اللحمة اللي متشوحها على الجريل الصراحة هي كانت دايبة طعمها كان حلوة اوي التدبيلة بتاعتها برضو مش تقيلة في نفس الوقت طعم اللحمة باين ففيه ميكس كده حلوة ما بين الحاجات في الصراحة اللحمة دي برضو كانت من الحاجات اللي عجبتني اوي هنا وزي ما قلتلكم في الاول الرز اللي في النص ده الصراحة كان عجبني جدا عشان هو كان شارب من اطعيمة الحاجات كده كلها والدسم بتاعها فالرز اللي في النص ده كان حلو اوي دخلت بعد كيه على الحاوشي كان ساره اربين جنيه سوا صراحة كان عادي يعني هو ما خطفنيش كده زي السجوء واللحمة اللي انا لسه واكلهم واخر حاجة ختمت بيها بقى هي الريش التدبيلة برضو ما كانتش تقيه لقوي في الريش طعمها صراحة كان حلو طعم اللحمة نفسه كان باين كنتش حايز فيها برضو بشدة ودي صراحة نادرة ما بلاقيها في المحلات يعني فعمتا برضو الريش صراحة من الحاجات اللي عجبتني اوي هناك طبعا اي حد مكمل الفيديو لغاية دلوقتي اكيد مستغرب انا ليه ما اتكلمتش عن الطحينة بصوا يا جماعة انا صراحة كنت حاسة ان الطحينة فيها افتر تيست كده مش الاز حاجة وطعمها مع اي حاجة من الحاجات اللي انا جربتها الصراحة ما كانش احسن حاجة فانا مش هتكلم عليها وعمتا بابا ان معظم الحاجات كانت حلوة وما كانش فيه عيب خطير اوي في الحاجات فانا هقولكم اسم المكان ايه هو اسمه مشويات ملك الشباك موجود في مبابا ورا مصنع الكراسي وليه فرع كمان في اكتوبر بس هالنهار ده كنت فرع مبابا انا عارف ان المكان ده ممكن يكون كزا حد عمل عنه فيديو قبل كده بس الفكرة كلها انها فعلا ساعت لما روحت لا هو المطعم مجهول وفعلا مش واخد حقه وعمتا هما بيشوش شاوية عادي هما بيشو على حيك اسمها شباك وعمتا هي بتدي تيست مختلف شوية وده كان باين اوي في الكفتة وعمتا فعلا ما كان كويس بس هو فعلا مشكلته انه هو مجهول وبالنسبة لي بقى ايه اكتر حاجات عجبتني من هناك السجوء الصراحة كان حل وقوي يجي بعدين اللحمة الليل ما تشوحها على شباك دي وبعدهم الريش والرز وبعد كده الشيش وفي الاخر الكفتة والحوش وبس كده شكرا جدا لكم لو انتو لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي كان معكم عبازة من قناة لايفوز عبازة سلام